بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين أحبائي المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التسبيح سواء بالمزامير أو بالترانيم وإزاي نعيش حتى لما ننذر إنسان نحب نكسبه ربنا ونكشف له عن جمال العشرة مع ربنا نكشفها بروح الفرح والتهليل وليس بروح العبوسة والضيق المزامير أغلبها كتبها زي ما احنا عارفين داود النبي ابنه سليمان كتب لنا سفر الأمثال إيه أهمية الأمثال في حياتنا دايما يقولوا إن الأمثال دا الكتاب سواء سفر الأمثال في الكتاب المقدس أو الكتب اللي جابت أمثلة يعني بيعملوا أمثال شعبية يميل إليها غالبا الشبان ولذلك أنا بلاحظ كتير لما يجي حد يعترف تقوله بتايرى إيه يقولي من الشبان اللي بقرأ في سفر الأمثال لأن بالطبيعة اللي شاب عايز يتعلم حاجة جديدة وعايز ياخد خبرة القدامة زائد في سليمان ياخد خبرة عمل الروح القدس لأن الأمثال في سفر سليمان تختلف تماماً أو ما فيش مقارنة بينها وبين الأمثال اللي مجرد خبرة بشرية من غير التمتع بعربون السماء أو بالنعمة الإلهية سفر الأمثال الحقيقة موجه للشبان وموجه للمتزوجين سواء الزوج أو الزوجة ومتوجه للموجه للأبناء وأيضاً للوالدين وللناس الكبار في السن سفر الأمثال بتكلم بما يخص يعني إذا كان في سفر المزامير نعلن حبنا لله ونتجاود مع حبه ونعبر عنها بالمزامير اللي استلمناها سفر الأمثال يكشف لنا عن أعمال الله المملوء حباً خاصة إن كان فيه خلائق وحاجات خلائقها ربنا من أجل الإنسان وساعدته لكن مع لمسة ومسحة مقدسة إن ترفع القلب الفوق في السماء ولذلك تلاقي سفر الأمثال بيتكلم في أمور كثيرة يتكلم عن الحياة الروحية يتكلم عن الصداقة مع الناس يتكلم عن تربية الولاد يتكلم عن الطاعة للقيادات في البيت أو في الكنيسة أو في العمل أو في أي مجتمع من المجتمعات يتكلم حتى عن القرض هل تقرد إنسان أو ما تدهوش قرض؟ يعني ما سابش أمور روحية أمور نفسية أمور تربوية كل أنواع كل تشكيلة بتاعة العمل بتاعنا من طفولتنا لغاية من روح من هذا العالم مع مراعاة إنها ليست مجرد خبرة سليمان البشرية لكن عمل روح الله القدوس فيه الحتة اللي لاحظتها الحياة مبارح كنت بقرأ فيها أو بفكر فيها إنه التلت فلاسفة العظماء عند اليونانيين جوه قبل سليمان بعدة قرون عشان كده محدش قدر يقول إنه سليمان اقتبس من الفلاسفة اليونانيين ده هو سبقهم الفرق بينه وبينهم إنهم هما إلى حد ما اعتمدوا على الخبرة البشرية معاهم أو معا حواليهم لكن سليمان مع الخبرة بتاعته في علاقته الجميلة مع ربنا فميزة سفر الأمثال إنه ما أعطاه خبرات جميلة لكن أيضا خبرات في عمل الروح القدس في حياة المؤمن ولذلك سفر الأمثال مش بس بيوجهني لكن بيرفع قلبي لروح الله القدس وأقوله أنت اللي علمتني كده كمل أنا ما أقدرش أعمل أنت اللي تشتغل لما الفلاسفة كانوا يتكلموا كان زمان قوي يعتبروا إن الفيلسوف ده إنسان يعني لي وقاره الشديد فما يحبش يظهر على كل الناس وإذا ظهر إلى فترة صغيرة ويسيبهم عشان شوقهم أن يسمعوا له ويحترموه ويقدروه سليمان ما أعملش كده سليمان في هذا السفر لما تكلم مع الشباب ما لهمش إلى أصدقاء الشباب لا ده لهم إيه يا ابني في فرق بين واحد تقوله أنت صديقي الشاب الحلو وبين تقوله ده أنت ابني الإنسان لما بيتكلم مع ابنه بيتمنى إن ابنه يبقى أنجح منه ويتمنى إن ابنه يبقى له نصيب فوقه في السماء ويتمنى إن ابنه يبقى قديس أحنا طبعا نعرف أمثلة كتيرة من بعض الناس ما قدروش يكملوا مثلا دراسة في حاجة معينة عايزي طلع دكتورة عايزي طلع محامي عايزي طلع أي أن كان أي عمل عايزي طلع فيلسوف لما ابنه يبتدي ينجح يبقى فرحان يقوله لأنا ما قدرتش عليه أنت قدرت عليه لكن لو شخص عادي غير ابنه يبقى يغير منه ده أنا حاولته ما قدرتش والشاب ده قدر فيبقى أحيانا في حتة غيرة شوية فكونوا يستخدم كلمة ابني في سفر الأمثال 22 مرة ده معناها إنه بيقولهم أنا بكلمكم من واقع الحب اللي في داخلي اللي فيه أشتهي إنكم تكونوا أنجح مني وأقدس مني وأحكم مني ومملؤين من كل ثمر الروح ومن كل نجاح زمني وأبدي سليمان في حديثه في الأمثال وأمثال طبعا بيحذر كتير زي بيحذر من السكر من المشاركة مع الأشرار من الطمع من الخوف القاتل من أمور كتيرة يعني يتكلم عن نجاح الإنسان في العالم كما يليقك ابن ربنا نجاح الإنسان في حياته الروحية اهتمامه بصحته كما يليق بدون مبالغة اهتمامه ببنيان نفسه الداخلي إشراق النور الإلهي عليه تلاقي سفر الأمثال ده يعني جامع احتياجات كل البشرية من الطفولة لغاية اللحظة الأخيرة من الانطلاق من هذا العالم وده اللي بيخلي لغاية النهاردة عدد من أولادنا يحبه دايما يارو في سفر الأمثال يقول لك استفيد بالخبرة الجميلة اللي كانت لسليمان سليمان ربنا سمح طبعا سليمان ذا ربنا اداله ان يبقى ملك بعد ذاود والداله نعمة في بناء الهيكل والداله نعمة أمام الناس كانت من عقاصي المسكونة إلى عقاصي هيجوا عشان يسمعوا سليمان وعندنا ملكة سبق اللي جابت له هدايا كتير واللي شكرته واللي مدحت فيه واللي قالت له أنا يعني بتمتع حتى اللي حواليك انت موجهها توجهات سليمة فسفر سليمان سفر الأمثال سفر ممتاز يريد دايما نقرأ فيه نقرأ فيه ونتعلم بجانب انه جانب التعليم بالأمثال الجميلة أيضا لأنه بوحي الروح القدس فمن حقي أطلب منه أقوله دي بش أدر عليها مين يديني نعمة ان أنا ما حبش العالم بطريقة الغلط مين يقدس أفكاري مين يقدس كلماتي مين يقدس صدقتي مع الآخرين مين يعلمني إزاي أصلي إزاي أنسجم في الصلاة مع روح الله فسفر الأمثال سفر جميل بيتكلم عن الأمور الحلوة وعانى التحذير من الأمور السلبية الوحشة وتعلمنا إزاي نتعامل مع الآخرين أقدم الإيجابيات بقوة ولما أنذر أنذر بحكمة في الإنذارات من غير العنف يعني لما يتكلم مع شباني يقول له يا ابني وده ملك عظيم يعني الحقيقة ورث عن أبيه داود مملكة ناجحة وربنا دا له نعمة أمام الملوك والرؤساء اللي حواليه وربنا بعت له خير فوق الوصفة عشان بنى لهيكل أمور كتير أخذها وهو يشتهي أن كل إنسان يكون مقدس وناجح في كل عمل تمتد لإيديه في الأمثال اللي بين أيدينا في الكتاب المقدس لما بنقرأ الأمثال بيش بنحس إنها من سليمان لينا ولكن من روح الله القدوس اللي أعطى لسليمان اللي أخذ خبرتين هو في ضعفه سقط سقوط رهيب في حبه للوثنيات الأجنبيات وفي قدسه كان مقدس لربنا فنحب نتشبه بيه ونسمع لأنه عنده خبرة مرارة الخطيئة شكلها قد إيه وعنده خبرة حلاوة العشرة مع ربنا شكلها إيه يتكلم كتير عن عملية النور وإشراق الله على النفس البشرية الله اللي هو النور الحقيقي اللي ينير كل إنسان آتي للعالم هذا الإله الجميل المحب المشرق بنوره يشتهي أن نكون نحن أيضا مملؤين نورا زي ما بيسمينا الكتاب المقدس لما تكلع عن يوحان المعمدان إنه لم يكن هو النور بل إيه؟ بل جاي عشان يخدم النور أنا ربي مهما كانت إمكانياتي ما فياش إمكانية إن أنا أنور إلا بيك كل نور كل حكمة كل فهم كل فضيلة كل نجاح كل قدرة على التعامل مع الآخرين كل دي عطاياك اللي بدونك ما كنتش هادر أعملها فأنا فرحان يا ربي بيك لأنك أنت بتديني بفيد من عندك وليس من عندي سفر الأمثال يحتاج إذا ربنا أدينا نعمة في مرات أخرى ناخد نشوفه إزاي يتكلم عن الصداقة إزاي يتكلم عن الاعتدال في الأكل وفي الشرب وفي اللبس في كل هذه الأمور إزاي أيضاً نبقى شهود ومناء لله في المجتمع تفر الحكمة يفيدنا روحياً وجسدياً وعلمياً ونفسياً واجتماعياً من كل النواحي بس نزود عليها حتى في الرب لأن في فرق بين إنسان يبقى طول النهار يعرف كتب علم النفس مش بقول وحشة خاصة الحديثة بتاخد حاجات كتير من كتاب مقدس لكن لو اعتمدت على الفلسفة اللي فيها الكاتب بيعتد بفكره وقراءه وبيعتبر إنه هو الفيلسوف العظيم أو القادر المتعلم الواخد بيعتش دي في العلم النفس وغيره ويتجاهل عمل ربنا مش هيديك حاجة بل بالعكس ممكن يضرك أنا بيش ككنيسة بيش بنقاوم موضوع علم النفس لكن يقولوا كده في سوريا أو لبنان يقولك بنعمده نعمد العلم ده أو نصرانه خليلو صراني فكل حاجة جميلة فالحكمة جميلة والدراسة جميلة والإراية جميلة والأكل جميل كل حاجة جميلة إذا وطعت في الحدود السليمة بغير انحراف واللي فيها واحنا بنمرسة متكئين على صدر الله ونامين في كل عمل صالح كلمة مثل كانت زمان ومازالت تعتبر عبارة عن عبارة قصيرة بلغة الرموز لما تفهمها كأنك قريت كتاب لديت أحد الكتاب على ما أظن يا أوروبا يا أمريكا كتب حدثة جميلة أنا أعطيك لامب وأنت أعطيك لامب لامب يعني اللي هو المصباح أو السراج وبعدين بيعلق إنها دي قبرة عن جملة صغيرة أخد مني المصباح بتاعي وأنا أخد منك المصباح بتاعك فيقول خد مني المصباح بتاعي اللي أنا عرفته المعرفة والحكمة والخبرة والأمور الجميلة اللي تعلمتها من الكتاب المقدس أو من حياتي أو من عملي أو غيره حدهولك والدين المصباح بتاعك اللي هو نفسك وحياتك وتعلم منك فكلمة أعطيني سراجك وأعطيك أنا سراجي أو العكس أعطيني سراجك وأنا أعطيك سراجي على أي الأوضاع ده مبدأ روحي جميل أنا كإنسان الله باخد من ربنا النور وأشتاق أن أرد النور لإخواتي يتمتعه مش بحاجة من عندي من عندي إلهي الساكن فيي وفي نفس الوقت اللي بيتكلم معايا أشتاق إنه إيه؟ إنه يديني من سراجه إنه ياخده يدي معايا ونقيش أحنا الاتنين فرحانين بربنا ناجحين في حياتنا كما يرضي الرب سفر الأمثال أيضا يخلي الإنسان كلامه قليل يعني مش بكتر الكلام حتى أغلب الناس تحب الوعظة الصغيرة أهلا ما يكون فيه حاجة فيها دراسة بناخدها نحللها وغيره لكن راعي بنديش أكتر من اللي يحتمله اللي قدامنا فخليك خلينا حكمة استخدم الأمثال البسيطة اللي بكلمات قليلة لها معاني كثيرة واللي بيها نعيش مقدسين لربنا ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونفرح لبنا لكي نعيش كما يرضي صلاحه ببركة سليمان الحكيم اللي وضع الأمثال بعمل روح الله فيه وأيضا ببركة داود النبي اللي وضع المزامير مش كلها طبعا بيرضي بروح ربنا العامل فيه ويجعل كل واحد مننا آلة جميلة مقدسة لحساب ربنا لإلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد أمين إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ماذا نقدم ليك من عجل عطاياك الكثيرة كلمتك الحية والمزامير والتسبيح والأغاني الروحية والعطايا يا ربي التي لا تقدر بثمن يا ربي قدنا بروحك الناري لكي نعيش ملتهبين بالروح سالكين في طريق الحق منطلقين يا ربي من مجد إلى مجد متمتعين بإشراق بإشراقك أنت هو الشمس البر لكي لا يكون للظلمة موضع لا في قلوبنا ولا في أفكارنا ولا في عواطفنا ولا في أجسادنا ولكن يا ربي تكون أنت الساكن فينا والعامل بنا وفينا لمجد اسمك القدوس طلبة خاصة يا ربي من أجل العالم كله من أجل أحباءنا اللي نعرفهم وأيضا اللي ما نعرفهمش من أجل رجوع كل نفس إليك من أجل نمو كل إنسان في النعمة من أجل يا ربي شركة مع القديسين من أجل تمتع يا ربي مع السمائيين في التسبيح أذكرنا كم من الأيامنا في رضاك أعطينا أن نفرح بعملك فينا بركة أم النور الطاهرة مريم وبركة محبيبنا مري مرعوس ومري جرجس ومري مينة وأيضا داود النبي وسليمان الحكيم وكل الأنبياء والرسل وكل أولادك المقدسين اسمح لنا نديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيعتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا المزنوبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يصور ربنا لك الملك القوة والمجد إلى الأبد أمين